وأما من قال أن الوسيلة هي الشيخ الذي يتبعه هو الذي يوصله إلى الله فهذا من الكذب والزور والافتراء كما قال المشركون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفاه هذا قول المشركين وليس قول المسلمين أبدا وإنما المسلمون هم الذين يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بما شرع ما يدرين من الذي يقربنا إلى الله إلا إذا أخبرنا الله جل وعلا بذلك سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فالله هو الذي يخبرنا بما شرع وما يحب فنحن لا ندري من الذي يحبه الله تبارك وتعالى يرضاه إلا أن يخبرنا به سبحانه وتعالى